لو أحصل عراقيون عدد الأيام التي شهدوا فيها استقرارا خلال عشرين عاما لما وجدوا يوما واحدا فمن أزمة إلى أخرى تسير البلاد على مستويات الحياة كافة صراعات سياسية تولد فوضى أمنية ومطامع حزبية تترك اقتصادا منهارا وثروات منهوبة حتى وصل العراقيون إلى مرحلة اليأس من إيجاد مخرج من هذا النفق المظلم طالما بقيت بؤرة توليد الأزمات ألا وهي العملية السياسية الحالية الوصول إلى بلد مستقر يوقف انهيار البلاد مرهون بالاستقرار السياسي وهذا أمر غير ممكن بحسب مراقبين بسبب التركيبة السياسية للمنظومة الحاكمة حيث إن الأحزاب تعتاش على الأزمات وتتنفس الفوضى وتحقيق الاستقرار هو كالانتحار بالنسبة لها لذلك يرتبط كل حزب بجناح ميليشيوي يضمن له البقاء على مسرح السياسة ويحميه من السقوط في حال احتدام الصراع على السلطة ولهذا السبب فإن هذه الأحزاب بقيت في السلطة طوال عشرين عاما ولم تتغير إلا الأحزاب الهامشية والشخصيات التي لا تمتلك أذرعا مسلحة وبمناسبة الحديث عن من هم على هامش المسرح يستذكر محمد الحلبوسي الذي أقيل لأسباب فعل غيره أكبر منها بكثير وما زالوا يديرون دفة المنظومة الحاكمة ولا يجرؤ القضاء على إدانة أحدهم ولو ضبط بآلاف ملفات الفساد وارتكب علنا عشرات المجازر استذكار إقالة الحلبوسي في هذا السياق ليس من باب تبرير أفعال التزوير وإنما من باب التدليل على ازدواجية ما يسمى القضاء والتأكيد على أنه لعبة بيد الأحزاب النافذة كذلك ليصبح الحلبوسي عبرة لكل مراهن على إمكانية إحداث تغيير في المنظومة السياسية التي تحكمها العقلية الطائفية الإقصائية عقلية لا تتلاءم مع عراق حضاري متطور بل يناسبها جو الخراب والفوضى والتخلف والخرافات خرافات